موسيقى السلام عليكم مشاهدين أهلا بكم إلى الموجز الإخباري أصدر المكتب الإعلامي لمجلس السيادة الانتقالي أمس تعميما صحفيا جاء فيه انعقدت سلسلة من الاتماعات طوال ثلاثة أيام الماضية برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس بجلس السيادة الانتقالي وبحضور نائبه محمد حمدان دقلو وضمت هذه الاتماعات الأطراف الموكعة عليه وبعد نقاش مستفيد وبروح وطنية عالية وضعين مصلحة البلاد ونجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي نصب الأعين تم الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي وسوف يجري الترتيب لإجراءات التوقيع بالسرعة المطلوبة ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بشراكة مع وزارة المالية الإماراتية المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية تحت عنوان الاستدامة المالية في المنطقة العربية مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا التحديات والفرص اليوم الأحد بمنينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يفتتح المنتدى كل من السيد محمد بن هاد الحسيني وزير دولة الشؤون المالية بالإمارات العربية المتحدة وعبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي والسيدة كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي لجانب عدد من رؤساء وخبراء في المؤسسات المالية الدولية والإقليمية ووزارة المالية والمصارف المركزية في الدول العربية ويشارك وزير المالية جبريل إبراهيم ممثلا للسودان في المنتدى وسيناقش المنتدى قضايا السياسة المالية وأفاق التطورات الاقتصادية والمالية نجحت وزارة الصحة بولاية الجزيرة في توفير جهازي أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي لمستشفى الجزيرة لتشخيص وعلاج الأوران بدعم من بنك تنمية الأفريقي ووزارة الصحة الاتحادية وجهاز أشعة مقطعية لمستشفى الإصابة بقيمة 152 ألف جنيه بتمويل ولائي إضافة لتركيب كراسي أسنان جديدة وتفعيل عدد من معدات مستشفى الأسنان بمدني كما تم تركيب عدد من الكراسي لغسيل الكلا جديدة إضافة إلى 24 ماكينة غسيل كلا جديدة بمستشفى الجزيرة لجراحة وأمراض الكلا وتوفير أجهزة ومعدات طبية خاصة بطوارئ الحمل والولادة لمستشفى النساء والتوليد بمدني ومستشفى الجاموسي وتم دعم عدد من المستشفيات بالمعدات والأجهزة الطبية وافتتاح محطات الأكسجين بمستشفى مدني بسعة 60 متر مكعب ومركز القلب بسعة 40 متر مكعب وتوفير 100 سرير من ديوان الزكاة لمستشفيات مدني التعلمي والحصحيصة وتزديد 50% من قيمة أثاث مركز المناظر والجهاز الهضمي بدعم من والي الولاية واصلت المحاصيل الزراعية بكافة أسواق محاصيل القدارف الارتفاع الملحوظ مقارنة مع الأسابيع الماضية وبحسب برصة أسواق المحاصيل بالقدارف بلغ قنطار السمسم 48500 جنيه مقارنة بـ 43 ألفا خلال الأسابيع الماضية فيما بلغ أردب الفتريت الجديدة بـ 56 ألف جنيه ومن المتوقعين أي واصل محصول الزراع ارتفاع نسبة لضعف الإنتاجية هذا العام مقارنة مع العام الماضي بجانب زيادة الطلبة إذن مشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام المجز الإخباري من قناة الشروق دونتون في أمان الله اشتركوا في القناة